بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايكم سنقول عاملين ايه يا ربو كلكم تكونوا بخير يا حبايبي نهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض لسن 3 في يونة 10 من كتاب بت بايبت وهنحل اسئلة الدرس في نفس الفيديو ونبدأ على طول ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة بقول لي لسن ان دي نومبر يعني استمع ورقم عندنا مجموعة من الجمل مجموعة من السور هنشوف بقى كل جملة بتعبر على الصورة ايه بالزبط وهنعمل رقم الجملة في الصورة اول جملة عندنا اي وونت تو بي ابوليس اوفيسر انا اريد ان اكون ضابط شرطة فين صورة ضابط الشرطة زي ما احنا شايفين كده الكتاب حل معنا اول مثال يبقى هنا عمال نومبر وان كده الجملة الاولى بتدل على الصورة اللي فيها ضابط الشرطة الجملة التانية اي وونت تو بي افاير فيتر انا اريد ان اكون رجل اطفاء رجل اطفاء الصورة التانية يبقى هناعمل فيها نومبر تو رقم الجملة نومبر ثري اي وونت تو بي ان انجينير انا اريد ان اكون مهندس صورة المهندس اول صورة يبقى هناعمل فيها نومبر ثري بعد كده نومبر فور الجملة الرابعة اي وونت تو بي اصول جار انا اريد ان اكون جندي صورة الجندي دي حبابي بقى هناكتب فيها نومبر فور رقم الجملة بعد كده أنا أريد أن أكون دكتور طبعا صورة الدكتور دي بقى هنعمل فيها number 5 بعد كده وظائف لغوية بقول لي علشان الشخص يقول أنا أريد أن أصبح وبعد كده الوظيفة هنقولها إزاي بالإنجليش يعني لو عايز نتكلم عن وظيفتي المستقبلية أنا أريد أن أكون مثلا دكتور أنا أريد أن أكون مهندس وهكذا يتارى هنقوم الجملة إزاي أول حاجة هنبدأ باي دمير فعل بمعنى أنا بيعود على الشخص المتكلم وبعد كده بمعنى يريد أن وبعد كده ب بمعنى يكون وبعد كده المهنة أو الوظيفة مثلا عايز أقول أنا أريد أن أكون جندي طبعا هنا قبل الوظيفة بنحط A أو N إمتى بنحط A وإمتى بنحط A بنحط A قبل الوظائف التي تبدأ بحرف ساكن لكن A قبل الوظائف التي تبدأ بحرف متحرك أول جملة أنا أريد أن أكون جندي جايب له صورة الجندي I want to be a soldier تاني جملة أنا أريد أن أكون دكتورة أو طبيبة I want to be a doctor بعد كده read and leer نقرأ وتعلم بقول لي ادرس معلومات عنك والوظيفة التي تريد أن تعمل بها هنا لو عايزين نتكلم بقى يعني كل واحد يتكلم عن نفسه بيذكر اسمه وعمره والمكان اللي بقاش فيه وبعد كده هو عايز يكون ايه في المستقبل جايب المثال My name is Ahmad اسمي أحمد عمر أحمد سبع سنوات فبقول I am seven years old أحمد بيش في الجيزة I live in Giza أريد أن أصبح مدرس I want to be a teacher هنا بقى هنعمل خطة على آن ونسيب A لأن teacher بتبدأ بحرف ساكن يبقى A teacher هنا بقى بقول لي draw and say اكتب معلومات عنك ثمة ارسم الوظيفة التي تريد أن تعمل بها كومبليت أكمل My name is طبعا كل واحد يكتب اسمه أنا اسمي آية مثلا هكتب آية اسمي هبا هكتب هبا كل واحد هيكتب اسمه يبقى My name is وبعد كده اسم الشخص وليكن آية I am seven years old أنتوا طبعا في السنة أولى يبقى عمروكوا سبع سنوات يبقى I am seven years old يعني أنا عمري سبع سنوات I live in Cairo كل واحد بقى هيكتب اسم المكان اللي بعش فيه I live in Cairo طبعا إحنا خدنا Cairo يعني القاهرة أخدناها في التلم الأول يبقى I live in Cairo أنا يعيش في القاهرة I want to be a doctor أنا أريد أن أكون دكتورة وهنرسم هنا بقى صورة دكتورة بعد كده ما ياتش وصل بنوصل الكنمة بسطولة اللي بتدل عليها number one teacher يبقى letter C مدرسة أو معلمة number two firefighter letter E رجل أطفاء number three doctor letter B number four soldier يعني جندي letter D number five engineer يعني مهندس letter E بعد كده look and circle أنظر وضع دقرة حول الكلمة الصحيحة هنا بقى بيجيب له صورة تحت الصورة كلمتين الكلمة اللي بتدل على الصورة بنعمل عليها سركل دقرة أول صورة عندنا كده معلمة أو مدرسة يبقى تيت شار الكلمة الأولى تيت شار تاني صورة عندنا كده مهندس engineer الكلمة الأولى بعد كده رجل أطفاء firefighter الكلمة الأولى جندي soldier الكلمة التانية دكتور أو طبيب doctor الكلمة التانية طبيبة بيطرية fit الكلمة التانية بعد كده scribble and write قعد ترتيب الحروف واكتب الكلمة بيجيب لي صورة وبيجيب لي الكلمة اللي بتدل على الصورة بيسي حرفها متل خبطة بيراتبها نمبر اول كده عندنا طبيبة أو دكتورة doctor نرتب الحروف d-o-c t-o-r number two جندي soldier s-o-l-d-i-e-r number three طبيب أسنان dentist d-e-n-t-i-s-t number four طبيبة بطارية vet v-e-t بعد كده السؤال number four write دائم سنجليتر اكتب الحرف النقص اول كلمة عندنا طبيبة بطارية vet v-e-t يبقى الحرف النقص ايه هنكتب ايه في النقاط تاني صورة عندنا جندي soldier s-o-l-d-i-e-r يبقى الحرف النقص حرف ال-o number three طبيب أسنان او طبيبة أسنان dentist d-e-n-t-i-s-t يبقى الحرف النقص d بعد كده write the word اكتب الكلمة هنا بقى بناءنا على الصورة بنكتب الكلمة اسم المهنة طبعا أول صورة عندنا كده ضابط شرطة police officer police officer p-o-l-i-c-e officer o-f-f-i-c-e-r تاني صورة عندنا مهندس engineer engineer e-n g-i-n-e-e-r e-n g-i-n-e-e-r تاني صورة عندنا رجل أطفاء fire fighter fire f-i-r-e fighter f-i-g-h-t-e-r يبقى أول صورة police officer تاني صورة engineer مهندس تاني صورة fire fighter رجل أطفاء وبكده يا حبابي نكون انتهينا من شرح lesson 3 فيورة 10 محل أسئلة الدرس من كتاب بيت بايبت لو فاتكم أي حاجة من الفيديوهات اللي فات تدخلوا على قوائم التشغيل واختاروا قائم التشغيل سنة أولى من كتاب بيت بايبت وهتلاقوا عليها كل الفيديوهات بالترتيب وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو أسيبكم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا